اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج حظك اليوم وهنبتدي زي كل يوم مع برج الحق مهنيا ما تستبعدش انك تتعاون مع ناس جديدة وتفد شراكات قديمة عاطفيا بتتجاوز المشاكل مع الشخص اللي بتحبه وحاول ما تأجلش المشاريع اللي معاه برج الدور مهنيا هتتخلص من ضغوط الكبيرة اللي عليك وهتقدر تتعامل معها وتخلص كل مشاكلك اما عاطفيا فالمواضيع الكتير اللي هتفتحها النهاردة هتتكلم فيها مع الشخص اللي بتحبه هتقدر تستفيد منها كلها برج الجوزاء مهنيا التزم بوعودك اللي قلتها لزمايلك في الشغل وما تتهربش من مسئوليتك عاطفيا بتحاول انك تهتم وترضي الشخص اللي بتحبه لكنه مش ميديك اي اهتمام برج السرطان مهنيا النهاردة هيتعقر مزاجك بسبب تأجلات كتيرة في الشغل حاول تنظم وقتك تاني عشان تقدر تخلص كل اللي غرق اما عاطفيا فانت بيهمك الشخص اللي بتحبه وبتحاول تساعده انه نحقق مشاريع برج الأسد مهنيا احمي مصالحك وبعد عن المشاكل وركز في شغلك بس عاطفيا مش غلط انك تعتذر لو عملت حاجة غلط الغلط العند والمجابرة برج العزراء مهنيا ابعد المشاكل العقلية عن المشاكل في الشغل عشان تقدر تعدي اليوم اما عاطفيا فانت لو مش مرتبط احتمال النهاردة تقابل شريح حياتك برج الميزان مهنيا الحسد والغيرة هي ضربة النجاح فما تقلقش عاطفيا هتتدايق من الشخص اللي بتحبه عشان مش قادر يفهمك من النظر الاولى بس دي مش مش مشكلة برج العقرب مهنيا هتحس بالنشاط والحيوية وهتقدر تخلص كل الشغل اللي وراك بسهولة وبسرعة عاطفيا ما تتصرعش انك تاخد قرار في علاقتك بالشخص اللي بتحبه عشان ممكن تندم بعدين برج الكوس مهنيا انت على بعد خطوة انك تحقق مشروع احلامك فخليك مركز جدا عاطفيا هتتدايق من طلباتك كتيرة للشخص اللي بتحبه الفترة دي وهتبقى دعا برج الجادي مهنيا ما تديش اهمية للانتقادات وحاول تتصرف بهدوء عاطفيا اوضاعك العاطفية هادية وبتقدر تستفيد من كل اللي بيحصل حواليك برج الدلو مهنيا عدد المعكبين بشغلك بيزيد وهيجيلك فرصة كبيرة الفترة اللي كاي عاطفيا قدرتك انك تلاقي حاجك دايما واجوبة على كل الاسئلة بتربك الشخص اللي معك برج الحجد مهنيا النهاردة هيكون يوم هادي جدا ومش هيكون فيه اي تطورات كبيرة اما عاطفيا فهيتغير الوضع وهتزول المشاكل وهيبقى يوم لطيف جدا مع الشخص اللي بتحبه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة